مش محتاجين لأي دعم لأي حد وخلنا الياد العليا خيرهم من الياد السفنة أثناء تنفيذ المشروع ما خدناش مكليم من حد منفزنا المشروع كله وموال المصري وإذ كان يسألني من هو بطل حالة العمل هو الشعب المصري العظيم وحشوف مع بعض فيلم بيوري الشعب وهو يتموّر مشروع وممري المرأة المصرية أو البطولة المرأة المصرية التي تكون فقيرة لكن استفرط عشان يتموّر مشروع التنمية المطلس كلاسويس وحوري القائد والبطل المصري التحسيسي بصداره على المشروع المشروع والعمال اللي اشتغلوا ليه مع المهار وساقدت منهم كلهم حبت على علشان ننجح المشروع وإحنا خلّصنا المشروع قبل نهايته حالة عشر يوم روح من التخطيط كان ثلاث سنين لكن لما سيطربسها فتاح أولاً بسنة نفذنا نفذها في سنة أقل من سنة كمان لأن دي أوامر عئيس الجمهورية ولازم ننفذها حتى لو قلنا نطلعوا حاله وموته نطلعوا حاله وموته من أجل هذا الوطن فحنشوف مع بعض فيلم نحلي من أول إعطاء أشهرات البداية أن أعيد افتاحها في قناة سويس الجديدة هذه هي مصر لها في التاريخ ألف نصر مصر من عميها حتى هذا العصر عصر تحيا بسنين منتراعن مدر كلمة المشارة من شركة الثايرة ثلاثة مفوت ميزة دعون الوطن دعون الوطن من التاريخ أيض التي تذكرت ترجمة نانسي قنقر 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 وانا يغطى وكلنا معاك وانا روحتك مني شغل وانا يتغنص ويصورت ماشرة مش عيني بتا بالدي عتا مصر فايدة ايه؟ خلديه فايدة عتا مصر ربنا باعه طغيمة اتعني مش شعر مصر وخلديه ولا شخصية وربنا خلديك لنا بايا وعطاك بالدي حظ البلوزات اللي معايا وحتى لما موت هسيبهم لبالد تقول لي يا ريسا ربناك معايا ومصورك على مني عاديك وها بتعيلك كتير ياهو انتخذك انتخذك ودعزك لهتك يا رب ان انا بحب الرجل ده رجل تاريق وطيب تعطينا ربنا من السماء بعطينا عشان نأجل عن ربات تحيى مصر تحيى مصر تحيى مصر تحيى مصر و تحيا مصر تحيى مصر فالنطمح الله اشتركوا في القناة ولا تعوضهم الملايين الأنطاري من الرنام ولا تروجهم الأحد نعم امتانة المعدات هي الضقر هي الأحد إلا أن عزيمة الشعب هي الأحد ليحقق أبقاماً جاسي جعلت العالم ما بين من بغل وغير المشكلة المواجزة الموجستية المشروع قناة السويسيلي النتائج وعمليات الحفر جاء 250 مليون متر مكعب من الرنان تحت إشراف الإيقات العندسية للقوات المسلحة وكان الإنباز غير المسلحة 132 ألف متر مكعب وهو ما يمثل أكبر معدد تكويق تقوم به كباركة محيلة في الجن 252 ألف متر مكعب المريض كمية التكويق في المشروع المريض عدد العاملين في المشروع هو الرئيس 50 ألف عام من بريد معظم أن تحفر قناة يليلة على امتداء 2.7 كم في 8.760 ساعة فقط وتتولى الأسرعات والدقاط في انضباط والتزام ينهر الشعب المصري العام بقناة السويس الجديدة أبدا تريئة قناة السويس عبورا تكريبيا للقناة الجديدة بوسطة ثلاث سكن عددها وبعد نجاهد قامت الزيادات العالمية الخاصة بالنقل البحري بزيارة القناة وعقلوا عن سعادتهم بهذا الإنكاز العالم لقد كان الكل على مستوى المسؤولية التالي فيها بالانتزال بأطرق بأخور وأصدرق بكل عزيمة والسرع تدفعهم رخوة في أعماقهم لتحقيق الحلم من وفاة الوعد حلم شعبهم وبعد رديسهم يتقطق الوعد ويقدم الشعب المصري هديته للعالم قناة السويسي قلتها حينا على المسل رصدهم من العلاق وهو تقشط للقلاط وعالف السباة كنت تحضروا كذلك حينا على المسلوب إنكم مرقبوا وقل هذا تدفعوك البعض يتسلقوك هل تردون اهتموا يا حي العالم حضرة يصنعها رجال رئيس زعيم رجال مصر وشبابها وقمودها فوأسلها بداعين من كل مصري ومصر وفي قيمة وإسرائيل وعزيمة كلها الحمد لله نصر وحفظ الله شعب المصر والفغوكم الله إنه حي خير مصر ومصرين سنع رقم الهداء ولا أصدقين إذن أقول الحمد لله وعزيمة 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 ومصر وعزيمة مصر تركيز ومصر سنع ومصر ومصر شعب صباح عام واحد ندعو سيداته للتطبيق على وصير القم بل تجميل تنادي سويس كده أرباح التداء وصف صنع المصريون من الأحلام مواقعا وميلا المستقبل التمرد أزوجني سالة واحد أيسم أزوجني 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 سالة واحد وتحيا المسجد وتحيا شوق العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر